اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ مشروع واصم المحافظات والمدن الكبرى حيث يشهد في إطار المرحلة العاجلة منذ تنفيذ 61 ألف وحدة في 23 موقعا ب13 محافظة مع استكمال الأعمال للشبكة والمرافق والأسوار بمعدل تنفيذ يوصل إلى 98% هذا وتناول الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي لمشروع إعادة أحياء القاهرة التاريخية بمختلف مكوناته